اكدت رئيسة الوزراء في مقاطعة كابك بولين ماروا أنه خلافا للحزب الليبرالي في كابك فأن الحزب الكابكي الذي تترأسه ليس بحاجة لمدونة لقواعد السلوك وشددت ماروا على أن حزبها يعتمد منذ مدة طويلة على قواعد سارمة تتعلق بنزاهة ومناقبية النواب وأعضاء الحزب وبأن هذا الأمر مدرج في القوانين وبذلك تكون ماروا قد رفضت الدعوة التي وجهت إليها من قبل زعيم الحزب الليبرالي فيليب كويار الذي دعاها يوم السبت الماضي لكي تحذو حزبه بعد أن أشاد كويار بمزايا مدونة قواعد السلوك والديونتولوجيا التي سيتم إلحاقها بدستور الحزب الليبرالي في كابك خلال الأشهر المقبلة إلى ذلك عادت وأكدت رئيسة الوزراء أنها ستدعو إلى انتخابات فرعية في دائرتي فيو وأوترمو غداة الانتخابات البلدية التي ستجري في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل وذلك بعد أن شكك كويار بعزم الحكومة على الدعوة إلى الانتخابات الفرعية في أعقاب أعلان رئيسة الوزراء عن عدم رغبتها في الدعوة إلى الانتخابات العامة المبكرة خلال العام الحالي عبر زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كابك فرانسوالوغو عن رغبته في وضع حد للسجال الحاد دائر حاليا حول شرعة القيم الكابكية والتركيز على القضايا الأكثر أهمية والمرتبطة بالاقتصاد بمحاولة لتسليط الأضواء على أفكار حزبه الذي يعاني الأمرين في استطلاعات الرأي الأخيرة وعلى هامش اللقاء الذي عقده لغو بأعضاء كتلته النيابية في بلدة لاك ميغانتيك اعترف زعيم حزب المعارضة الثانية في الجمعية الوطنية في كابك أن وضع حزبه غير مستقر بسبب تجاذب أصوات الناخبين بين قطبين هما الحزب الكابكي والحزب الليبرالي في كابك بفعل مشروع شرعة القيم الكابكية هذا ويعمل الحزب على إعادة ملف الاقتصاد إلى سلم الأولويات وإلى تخفيف وطأة الضرائب عن كاهل الطبقة الوسطى في سياق متصل أعلن الحزب عن جهوزيته لخوض الانتخابات العامة وبأنه على أهبة الاستعداد على الرغم من أن رئيسة الوزراء أكدت أنها لن تدعو الناخبين إلى صناديق الاقتراع خلال العام الحالي وعلى رغم من تراجع رصيده في استطلاعات الرأي الأخيرة هدد لقوب بإمكانية إسقاط حكومة الأقلية خلال فصل الربيع المقبل بحال لم تعمد حكومة بولين مروى إلى إلغاء الضريبة على الصحة لا يزال الزعيم السابق للحزب الكابكي أضري بواكلير بانتظار الحصول على مهام جديدة في عقاب إقالاته من منصبه كمفوض عام لمقاطعة كابك في مدينة نيويورك الأمريكية بطلب منه نعيد التذكير أن بواكلير وبعد أن خضع لهجوم لاذة عليات حزب التحالف من أجل مستقبل كابك الذي ربط بين تعاطي بواكلير السابق لمادة الكوكايين والوعد الذي قطعه بتوفير دعم مالي لإحدى الجهات قرر بواكلير ترك منصبه الشهر الماضي بغية الحصول على هامش أكبر للتحرك للدفاع عن نفسه وأعلن أمس المسؤول في الحكومة إيبار بولدوك أن بواكلير لم يحصل على مهام جديدة علما أنه منذ عدة أسابيع أكد وزير العلاقات الدولية جان فرانسواليزي أن الحكومة ستعهد بملفات أخرى إلى بواكلير لكي يعمل عليها في هذه الأثناء كشف أمس الاثنين وزير العلاقات الدولية جان فرانسواليزي عن خطة حكومة مروال لتنمية التجارة الخارجية في غضون السنوات الثلاث المقبلة وتبلغ ميزانية هذه الخطة 82 مليون دولار وتهدف بشكل أساسي إلى تخفيض العجز التجاري في كابك من خلال رفع حجم الصادرات وتقليص حجم الواردات من النفط تحديدا وأكد الوزير لزي أنه بحلول العام 2017 فأن انعكاس خطة عمل الحكومة ستسمح للشركات المشاركة بتسجيل مبيعات إلى الخارج تتخطى عدبة 940 مليون دولار وبتوفير أكثر من 6000 وظيفة في المقاطعة وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم رفع حجم الصادرات باتجاه أوروبا بنسبة 10% خلال السنوات الثلاث المقبلة وبأن نسبة الصادرات إلى القرى الأفريقية قد ترتفع بنسبة 15% أما بالنسبة إلى تقليص حجم الواردات من النفط فأن هذه السياسة ستعتمد على تقليص نسبة استخدام النفط من خلال اللجوء أكثر فأكثر إلى الطاقة الكهربائية وبأنه سيصار إلى الكشف عن هذه الخطة تحديدا في الأول من 22 نوفمبر المقبل أعلنت وزيرة الموارد الطبيعية مارتين ولات عن تخصيص مبلغ 400 مليون دولار لدعم الشركات على طريق تحسين فعالية الطاقة والأداء البيئي من خلال تقليص انبعاث الغازات التي تتسبب بالاحتباس الحراري وأشارت الوزيرة ولات إلى أن هذا المبلغ سيدعم برنامجين لفعالية الطاقة البرنامج الأول يحمل اسم إيكو بيرفورمانس والبرنامج الثاني يحمل اسم تيكنو كليما وبأن هذه المساعدات المالية ستسمح بتوفير أكثر من 11 ألف وظيفة في المقاطعة بموجب تلك البرامج سيصار إلى تقليص انبعاث الغازات الدفيئة بواقع 1.5 مليون طن من انبعاث الغازات أي ما يعادل سحب قرابة 435 ألف سيارة عن الطرقات حاول أمس الاثنين النقابي السابق كان بيريرا التصدي للهجوم الذي شنه عليه محامي اتحاد العمال في كبك فرع البناء دوني تيركوت أمام لجنة شاربونو من خلال الاستفادة في الكشف عن المزيد من المعلومات الخطيرة التي تطال سلوك القادة الرفعي المستوى في الاتحاد النقابي مع الإشارة إلى أن المحامي تيركوت حاول تسليط الأضواء على الطبع الناري للشاهد وتصرفاته العشوائية تحت وطأة الغضب في حين أكد الشاهد بيريرا أنه قد وقع الاختيار عليه من قبل جوسلين دوبوي وجون لافالي على الرغم من الحدة والعنف الذي يتسم بهما كما عاد محامي الاتحاد إلى قضية تقرير النفقات الهائلة للمدير العام السابق لاتحاد نقابة العمال في كبك جوسلين دوبوي والذي سرقه بيريرا وعاد وكشف عن مضمونه علنا مشيرا إلى أن هذا الأخير تصرف بهذا الشكل بمحاولة لإبعاد دوبوي عن الاتحاد بأي ثمن الملفت للانتباه هو أن المحامي تيركوت لم يتطرق باتاتا إلى مسألة اختراق المافيا لصفوف اتحاد العمال في كبك فرع البناء وخصوصا لجهة العلاقات التي كانت تربط دوبوي بأعضاء من فريق الهيلز انجلز والمافيا انتهى الموجز شكرا لحسن المتابعة